من جديد أهلا بكم قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري في محادثات السلام بشأن سوريا بجينيفا اليوم إنه تلقى ورقة من مبعوث الأمم المتحدة لسوريا سيبن ديمستورا وسيدرسها للرد عليها لحقا مشيرا لأن الورقة لا تحمل أي شيء جديد وتركز على القرار الأممي برقم 22450 بشأن الأزمة السورية بدأت اجتماعات اليوم الثاني من المفاوضات السورية السورية برعاية الأمم المتحدة في مدينة الجينيف حيث أجر المبعوث الأمم إلى سوريا ستيفان ديمستورا مفاوضات منفصلة مع وفدي الحكومة والمعارضة السوريين وعقب الاجتماع قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري أنه تسلم ورقة سيناقشها تمهيدا للرد عليها في الجلسة المقبلة لافتا إلى أنها لا تحمل أي نقاط جديدة وفي ملتقى ديمستورا وفود المعارضة باعا أكد على ضرورة اتفاق الضرفين على إجراءات مباحثات مباشرة وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2254 وكان ديمستورا قد حذر أمس في افتتاح المباحثات من تدعيات فشل المصاري السياسي لحل الأزمة السورية وطبقا لمراقبين فأن إشكالية مفاوضات جينيف أربعة تتلخص في تشديد ديمستورا على ضرورة أن تشمل المباحثات منظومة الحكم وصياغ الدستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف أممي فيما تصر المعارضة السورية على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقال كاملة الصلاحيات ليس من بينها النظام الحالي من جانبه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتيريس الأطراف السورية المتحاورة إظهار النوايا الحسنة لوضع حد لست سنوات من الصراع الدموي من جهة أخرى أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إثنين من كبار قاد جبهة النصرى وهم إياد خليل وبسام الحصري وذلك بتهم التقديم الدعم للإرهابيين وأعمال الإرهاب ميدانيا يواصل الجيش السوري مطاردته لمسلح داعش في جبال الهياء الغربي تدمر بعد استعادته برج الاتصالات وطرد التنظيم من العديد من النقاط الاستراتيجية إلى ذلك سقط عشرة القتلى من مقاتلي المعارضة في تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بمنطقة سوسيان في الريف الشمالي الغربي لمدينة الباب فيما قال رئيس الوزراء التركي أن من بين القتلى جنديين تركيين ترجمة نانسي قنقر